خمس زيارات لنائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكيروف لمدينة بنغازي في شهور قليلة لا تتجاوز في مجموعها السنة في ظل تقارير غربية مستمرة تحذر من النفوذ الروسي هناك يفكيروف يحل في بنغازي مجددا وهذه المرة يلتقي قيادات أمنية في قوات حفتر منها نجله خالد الذي عينه والده قائدا لأركان الوحدات الأمنية إلى جانب مدير مكتب حفتر خير التميمي ووزير الدفاع بالحكومة المكلفة من البرلمان ووفقا لمصادر روسية فإن زيارة إفكيروف تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التعاون العسكري والأمني حيث من المتوقع أن يتناول الجانبان عددا من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة تقول تلك المصادر تأتي زيارة إفكيروف للرجمة ولقاؤه بقيادات حفتر الأمنية والعسكرية عقب مدة قصيرة من زيارة أجراها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي بيرنت التقى خلالها نجلة حفتر وقياداته العسكرية ما يطرح تساؤلات حول فحوى هذه الزيارة كما امتنعت روسيا رفقة الصين عن تصويت مجلس الأمن بشأن تجديد قرار تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا عاما آخر القرار الذي يمنح الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية حق تفتيش السفن إذا كان لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حضر الأسلحة المفروض على ليبيا وعلى الصعيد العسكري أيضا التقت رئيسة البعثة الأممية استفاني خوري بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة وذلك على هامش ورشة عمل عقد بتونس وضمت قيادات أمنية وعسكرية من حكومة الوحدة وقوات حفتر بحث مدونة سلوك مشتركة والمشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج ويربط مراقبون تكرار زيارات نائب وزير الدفاع الروسي إلى بنغازي بقلق موسكو من احتمال بروز تحركات عسكرية غربية مضادة لها على الأراضي الليبية وسعي واشنطن تحديدا لاستمالة حفتر إلى جانبها كما لا ينفصل الأمر عن الحرب في أوكرانيا إذ رفعت دول غربية على رأسها ألمانيا والولايات المتحدة الحضرة المفروضة على استخدام أسلحة زودوا بها كييف مؤخرا لضرب الأراضي الروسية وهو ما قد يدفع بموسكو للرد بتهديد مصالح تلك الدول في ليبيا وجنوب المتوسط